وقد لقاء الأربعاء النيابية على نبض لقاء المصالحة بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل لقاء هذا الأسبوع كان بحضور عوني لافت وغياب نائب القوات زياد حواط بري أكد العمل بكل التقاط للإسراع في تأليف الحكومة نظرا إلى دقة الوضع الذي نعيشه جميعا آملا أن يتعامل الجميع بمرونة وبمسؤولية لتسهيل عملية التأليف والخروج من حال المراوحة التي تمر بها البلاد ونقل النواب عن الرئيس بري قوله أن المادة التاسعة والستين من الدستور واضحة لجهات حق المجلس النيابي بالتشريع في مثل الوضع الذي نحن فيه الآن لكن على الرغم من هذا الحق إلا أنه يفضل اتباع سياسة التروي كي لا تفسر الأمور على غير محملها الرئيس بري يطالب اللبنانيين المعنيين بهذا الملف التواضع من أجل إنقاذ البلد نقطع السطر الكلام الذي نحكى عن اللقاء الذي حدث بين الرئيس بري وبين الوزير بسيل يفرج أنه في نية جدية عند الكل لعملية الوصول لحال تحت المحرر الموضوع الحكومي مصادر نيابية مواكبة لمسار الاتصالات أكدت لا تقدم في الشأن الحكومي وأن كل الفرقاء لا يزالون متمسكين بتكليف الرئيس سعد الحريري وأن أحدا لم يطرح بديلا منه ما يعني أن الحكومة ستكون حكومة وفاق وطني لكن هذه المصادر استطردت قائلة إن ظاهر التعقيدات يشير إلى أن المسألة مرتبطة بعرقيلة خارجية هذه النقطة تقاطعت ومصادر أخرى بقولها إن الرئيس بري لا يرى أن شيئا يعوق التأليف في الشكل ملمحة في هذا الإطار إلا أن رئيس المجلس بات يخشى العقد الخارجية أما فيما يتعلق بلقاء بري بسيل فقد أكدت مصادر مواكبة لأجواء اللقاء أنه كان جيدا وفتح صفحة جديدة وأن بسيل عرض في خلال نقاش الشأن الحكومي أن فريقه يطالب بحقوقه في هذه المرحلة وأن الرئيس المكلف يقرر المعايير التي يريد اتباعها وأن من حقه لاستماع إلى كل الأطراف لكن هذه المصادر ترفض في الوقت عينه اتهام الحريري بأنه يأخذ طرفا مع حلفائه التقليديين على حساب الآخرين مشيرة إلى أنه بحسب أجواء الاتصالات الأخيرة أن الحريري يجري تقويما جديدا لملف التأليف على أن يخرج بنتيجة الأسبوع المقبل